حل وفد كوري بولاية برج بوري ريج يضم خبراء ومختصين في المجال البيئي وهذا لإتمام دراسة المخطط التوجيهية لتسيير النفايات الصلبة على مستوى الولاية في إطار الشراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية في تسيير النفايات الصلبة قمنا بإمضاء شراكة مع فريق كايتي الذين جاءوا من كوريا الجنوبية لدراسة المخطط التوجيهي لتسيير النفايات بصفة عامة الاختيار جاء على مستوى ولاية برج بوري ريج لأنها معروفة بمناطقها الصناعية الوفد الكوري زار عدة مواقع لمفارغ عمومية بالولاية وعرض حصيلة عمله المتمثل في تسيير النفايات الصلبة كما أكد خلال ندوة صحفية أنه سيتم الشروع في تطبيق المخطط والاستفادة من تجربة الكورية الجنوبية في تسيير النفايات الصلبة بمختلف القطاعات جئنا من أجل نقل تجربة الكورية في معالجة النفايات نحن مقتنعون بأن المراحل التي اتبعت في معالجة النفايات المنزلية والصناعية عندنا يمكن تطبيقها في الجزائر تم اختيار ولاية بورج بوري ريج والبوليدة بالتنسيق بين البلدين فمنذ شهر مارس كانت هناك ثلاث زيارات ميدانية من أجل فهم كيفية التعامل من أجل معالجة هذا الموضوع تعتبر ولاية بورج بوري ريج من بين الولايات التي تتوفر على عدد من المناطق الصناعية ولأجل حد من المخاطر المحتملة للنفايات التي تفرزها مختلف هذه المصانع استفادت الولاية من مفرغة صناعية لاسترجاع وتخزين النفايات القابلة لعملية الرسكلة ترجمة نانسي قنقر